عارضت وزارة الصحة خلال اجتماع مجلس الوزراء تقريرا حول الحالة الوبائية محليا وعالميا وأكدت وزارة الصحة أن إعلان منظمة الصحة العالمية مصر مركزا إقليميا لتصنيع اللقاحات الحامد الرسولي يمثل تتويجا للريادة المصرية في مجال تصنيع الأدوية واللقاحات وتكليلا الجهد المبذول في إبراز الإنجازات المحققة في مجال البحث العلمي أوضحت وزارة الصحة أن مصر نجحت في إنتاج كمية ضخمة من اللقاحات محليا إلى جانب تطوير هيئة الدواء المصرية لتتواكب مع الإجراءات القياسية لمنظمة الصحة العالمية فضلا عن منح حقوق الملكية الفكرية لللقاحات والأدوية المصنعة وحول الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الشهر الجاري قالت وزارة الصحة أن الأسبوع الثالث من شهر فبراير شهد انخفاض أعداد المرضى المشتبهة إصابتهم بكورونا بنسبة 22.13% وذلك مقارنة بالأسبوع الأول من الشهر الجاري مشيرة إلى استمرار جهود التوسع في أماكن توفير اللقاحات